موسى الورد هلا بيك يساعد ردك انت عارف اني انا بحبك جدا ويعني بالنسبة لي انت كنت المنصف الاول لمسيرتي الفنية عمري ما حنسى الفضل ده لا ربنا خليكي يعني هي يعني امكن انا علاقتي مش وثيقة اوي بكتير من الفنانين وده بديني حرية الاختيار يعني ما فيش بردات مجاملة يعني ثمانية دي يعني برضو جميل جدا ان احنا نكون اصدقاء مع هؤلاء لكن النهاية نادل بيكون في مساحة ما تديلك حرية ان انت تقولي رأيك بشكل فن صح وعشان كده اكتسبت الكثير من احترام الوسط الفني ومن الناس اللي بتقرأ لك النقد وعشان كده انا محتاجة اني اقيم معاك الموسم الحالي مش هتكلم عن الموسم اللي عده الموسم الحالي فيه خمس افلام هذه الافلام الخمسة تتناطح اولا على شباك التذاكر لكن هذا ليس مقياس مقياس حقيقي انه والله اللي يجيب فلوس اكتر فيبقى هو الافضل فانا عايزة بقى اسيب الكورة في ملعبك اقولك ايه هم الخمس افلام ونبتدي من تحت الفوق من الاقل ايرادا ومن الاقل تقنيا فلاتس ستارت برقم خمسة في البوكس اوفيس حيبا فيلم ديماخشيطان ديماخشيطان لرانيا يوسف ديماخشيطان كان ينقصه ايه كنقد عشان ما نتكلمش بس على البوكس اوفيس لا يعني قصه الانتاج المتميز خلي بالك انه ما فيش فيلم ممكن يلفت الانظار الا لو فيه درجة انتاج يعني لا حسنت والمخرجيب بتاعته اه طبعا المخرج لازم يكون مبدع بشكل ما وبالاضافة لانه تبب تحت ايده امكانيات انه يعمل صحيح نريد ان يقدمه يعني حقيقي لكن دي اسلام احنا يعني اه مطلوب ان احنا نعملها في سوق المصر ما فيش شك يعني اذا كنت انت بتنتجي في السنة حوالي خمسة وطبعاتين فيلم ففيه منهم مشالا على الاقل خمستاشر تكملت سوق يعني مش عارف مزبوط لا مزبوط كلامك صح يبقى لازم يكون موجود اه طبعا حتى المحطات الفضائية لما بتشتري منك افلام دلوقتي تقولك اديني فيلم كبير وفيلم متوسط اه باكتش اه الباكتش اه استاذ نادر دماغ الشيطان انت كويس قوي انك حددت الدفاكت اللعيب الاكبر كان الانتاج اه اما الاداء التمثيلي كان تعليقك عليه ايه لا هو كل الفيلم اصلي بصري كله بيوقع بعض اه انا دخلت بستسل الموضوع يعني حتى جماهريا اه جفت تلت سابيع اقل من تمانين تشال الفيلم تشال على طول فعلا للأسف اه بس عارف ده حاجة مهمة جدا يا استاذ نادر ده يشير الى انه المصري المتفرج عينه صح الفيلم اللي هو واقع بيروح شايله الرابع مين باكس افس من حيث الجودة ايضا الرابع دي نتيجة يعني مش دقيقة يعني نعم حيبه فيلم فيلم راسس تانا بس هو لسه في اول اسبوع فما الحقش يعمل ارادات يعني لكن الاستقبال الجماهيري ليه اعتقد انه جيد جدا نعم انه اه بداية جيدة اكتر من ميزة واحدة بس في فيلم راسس سنة من وجهة نظر الكناقد ميزة حسنة لا اه في اكتر من حسنة يعني ان اولا رجع محمد حضر يكتب وده من كتاب السيناريو الجايدين جدا صحيح مختلف انه المخر الجديد ان مجموع الممثلين اللي فيه ممكن ما يكونوش وصلوا للنجومية لكن يحتفظوا بقدر من الراونة عند الجمهور اه في رونة في موهدة فيه اه بيفردوا طبعا كل ما الممثل يكون مخنع بالنسبالك صح كل ما بيبقى الفيلم راسس سنة يعني نتمنى لراسس سنة طبعا في الاسابيع اللي جاية تتحسن ال باكس اوفيس رقم تلاتة باكس اوفيس هيبقى بنات سنوي اه انا الحقيقة بنات سنوي خفيف ولزيز ده الفيلم المفاجأ بتاع السنادي فضيعة اه يعني اولا وصل لأكتر من سمع مليون ده حقيقي اه لا يحمل اسماء نجوم صف اول لكن نجوم شباب بحبوبين وده دليل رائع على انه برضا كمان انه جمهورنا هو من يعني بنات سنوي وشباب سنوي التاني بالترتيب التاني بس انا عاوز اقولك بنات سنوي لانه قريب من المجتمع قوي اه حقيقي فعلا اه يعني احنا بنفتقد السنة اللي فاتت ان احنا موضوعاتنا رئيدة عن المجتمع بتاعنا اجتماعي قوي ومن بيوتنا التاني من حيث البوكس اوفيس حضرتك اه حيبقى لص بغداد اه انا عايزة شوية كده عند لص بغداد يعني توفرت لهذا الفيلم كل عناصر اولا الكاست فضيع الانتاج ايه 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 عايزة العكس بقى اقولك ايه الدفاكت ايه العيب اللي في الفيلم ده اللي انت شفته كناقد اه العيب ان هو ماشي على الوثيرة يقبصي فيه احنا بقى من الوقتي قدي ثالث سنة الفيلم الاكشن يكسف فمشوا على نفس التركيبة طبعا طبعا احنا كل اه كل ما الناس تطلع تضرب بعض اكتر يبقى حنشوف ناس اكتر هو على فكرة هو المطلوب الاول ارادا الاول ارادا اه ها اه الحقيقة انت كده يعني خدتني على الاول مين الاول بوكس اوفيس حاليا في الاسابيع الاخيرة دي مين رقم واحد في الاسابيع الاخير حيبقى لا في الاسابيع الاخيرة حيبقى الفلوس المجموعة الاراضات اللي حققها في 7 اسابيع وصلت تقريبا 49 مليون جنيه الله لكن لس بغداد ثلاث اسابيع فقدت جاب 24 صحيح صحيح مليون يعني لسه المنافسة قايمة صح عدد الاسابيع مهم ما تدريش تقول ان الاراضة قد كده صح في مدة اقل يعني واخد بالحضرتك اشكرك جدا و بالتالك الله يخليك ولا يا اساس نادر انا محتاجك على انك تكون معايا في الستوديو نبقى من وقت الى تاني نقيم الافلام ولكن طبعا التايم خلص كان معنا النقد الكبير والاعلي من الاساس نادر عدلي مساء الورد